السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي المتابعين والمهتمين اليوم احنا في قضاء العلام التابع لمحافظة صلاح الدين وعدنا بستان زيتون حقيقة الحمل قليل جدا مشكلة واضحة هي مشكلة انه ترك الاشجار يعني تاخذ راحتها بالنمو كيف ما يشاء بدون توجيه وبالتالي نوصل الى مرحلة قلة الحاصل يعني هذا الفرع الوحيد اللي حامل وشجرة كلها تقريبا بدون اثمار وهذا خسارة كبيرة ولذلك احب انبه على دائما حتى بعض الاخوان سألوني ما شنو الافرع اللي راح نقصها اول شي اخوان تبلش تبدأ تزيل كل السرطانات الا اللهم عندك ساق مصاب مريض وراح تخلي واحد من دولة تخلي واحد من دولة الافرع الى بديل اما المفروض هذا كله تزال تصعد لفوق تبدأ عاد تدخل داخل الشجرة من تدخل داخل الشجرة تبدأ تزيل هذا الفرع هذا الفرع اللي هو داخل وهذا الفرع اللي داخل كل ازيلة ابدأ بعدين كل هاي الافرع الناس داخل احاول ازيلة لانه كل هاي الافرع اللي تيبست هي الشجرة قررت انه تقتلها لانه ما بها فائدة كل هاي اللي شوفوها بالداخل هي بدون فائدة لأنه عبارة عن كتلة من الخشب تستنزف بدون فائده أوراق اللي دائماً هنا مثل هذه الأوراق هذه أوراق يعني غير عاملة عملها تقريباً 10% بالتالي هي تستنزف أكثر مما تنتج الأوراق فقط اللي هي تكون خارجية اللي هي تكون باتجاه شمس هاي اللي تعمل عمل صحيح ولذلك هاي الشجرة الكتلة الكبيرة ما رح تسمع تكوين ثمار وبالتالي تتجه الأشجار كلها إلى الحالة ما على الأسف يعني بستان تقريباً عدة مساحات حوالي 400 شجرة انتاجها جداً قليل طبعاً صنف الجلط كثير هنا الأشجار صنف الجلط هذا من ضمنه تشوفون الثمار يعني تركت حتى هذه الثمار يعني عفو اياكم الله